شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وذلك في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها مشيدا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهل القطاع جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وخاصة الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديدة ومستشفى أورام منوف ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين فضلا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهائة العامة للمستشفى والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيسي تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة حيث أتم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيها استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة خاصة المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها وذكر المتحدث الرسمي أنه تم عرض حزمة للحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع معدلات العالمية وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية حيث أكد الرئيس سيسي أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء مشددا على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين كما أشر أيضا أنه يجب تيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين